جود موارنج جود افترنون جود ايفننج ات اني تايم هاواري يو توداي حبيبي ابطال الصف الخامس الابتدائي هنراجع مع بعض الواحدة التاسعة يونت ناين هنراجع اهم المفردات من خلال حل الكثير من التمارين هنركز جيدا على الفرق ما بين كان و جود و ازاي اختاري الاجابة الصحيحة و اعرف الفرق بينهم و ازاي استخدمهم مع مستر نصري مفيش مستحيل السؤال الاول بيقول لي read اقرأ and choose the correct answer from a b c or d يعني لازم اقرأ الجملة كويس اقرأ الاختيارات اللي موجودة قدامي هعرف المعنى ما تسرعش احل بتركيز بعد كده اضع دائرة حوالين الاجابة الصحيحة the rabbit lion monkey parrot is a very dangerous animal lion طبعا الاسد يكون حيوان خطير جدا the snails have hard and no legs shells كلنا عارفين ان الحلزون عنده صدفة قوية جدا كمان ما ننساش they don't have legs or arms ما عندهمش لا رجلين ولا دراعات ادل is very he helps all his friends friendly عادل ودود اجتماعي بيساعد كل اصدقائهم we keep our food in the to keep cool أو to be cool fridge نحتفظ بطعامنا في التلاجة لكي يكون ايه بارد the word little means هنا بيقولك معناها ايه الكلمة المبين الاقواص little little brother little sister young yes صغير السن اخي الصغير little brother اخت الصغيرة little sister number six parrots can can يعني يستطيع لازم ييجو وراها فعل في المصدر infinitive يعني بدون اي اضافات بدون ing بدون s بدون to بدون ed فعل في المصدر بدون اضافات parrots can fly وخلي بالك من كلمة can يستطيع في الوقت الحاضر now i can speak english now i can't play football دلوقتي لا يمكنني ان العب كرة القدم now i can speak english يمكنني ان اتحدث اللغة الانجليزية لكن لو قلت last year i could speak english last year i couldn't play football في فرق طبعا كان يستطيع can't لا يستطيع في الوقت الحاضر لكن لما اتكلم عن القدرة في الماضي استطاع could لم يستطع couldn't وخلي بالك يا بطل بعد كان او كانت could او couldn't يجي الفعل في المصدر يعني بدون اضافات مستر طب انا اعرف ازاي ده present مضارع ولا ماضي هنعرف مع بعض خطوة خطوة number seven she drive a car she takes زبص she takes زبص الجملة هنا هي تأخذ الاوتوبيس الجملة هنا present مضارع عرفت ازاي takes في الفي اس يبقى انا عندي اجابة صحيحة فقط can او can't couldn't غلط وشي ما بتاخدش or اساسا هجاوب بناء على المعنى هي تستطيع ان تقود سيارة هي تأخذ الاوتوبيس ولا لا تستطيع اكيد طبعا can't she can't drive a car she takes زبص ليه خدنا هنا can't علشان الجملة في المضارع والمعنى بيقول لي لا تستطيع ان تقود السيارة هي تأخذ الاوتوبيس number eight my brother count to ten when he was ten when عندما كان عنده سنتين هنا بيتكلم مستر في الباست علشان في كلمة was كان يبقى استخدم could او couldn't على طول هنا في الاختيارات موجود couldn't يبقى هي الاجابة الصحيحة اخي لم يستطع ان يعد حتى العاشرة عندما كان عنده سنتين last year we travel to africa last year يعني السنة الماضية يعني الكلام past could استطاع سؤال بقى للابطل ليه ما خدناش where where يا مستر خدناها في الترم الاول لازم ييجو وراء verb ing وهنا travel فعل في المصدر number 10 i couldn't say anything in german last year but now i هنا بيقول لنا جمل التحول من الماضي الى المضارع لم استطع ان اقول اي شيء في اللغة الالمانية السنة الماضية ولكن الان now يعني الان يعني present يعني مضارع يبقى هستخدم طيب كان ولا كانت المعنى يا بطل السنة اللي فاتت ما كانتش بيقدر يقول اي شيء في اللغة الالمانية ولكن مدام قال لي but يبقى الكلام تحول الى العكس can but now i can number 11 last year he run very quickly but now he can السنة الماضية يبقى اجابة could او couldn't اختار ايه المعنى يا بطل last year he هو استطاع ولا لم يستطع ان يجري بسرعة ولكن الان يستطيع يبقى السنة اللي فاتت ما كانش قادر يجري couldn't لكن السنة دي يقدر يستطيع number 12 you play the piano when you were a child طبعا مش هينفع r خالص بعد r او am او was او where يجي ing يبقى r مش هتنفع الجملة هنا بسط يا مستر علشان في where you were a child انت كنت طفل يبقى هستخدم كد على طول sorry help you with your homework i am busy i am busy يعني انا اكون مشغول دلوقتي علشان في am the present اسف i can't help you with your homework لا يمكنني مساعدتك في وجبك i am busy انا مشغول he is our هو يكون ايه he teaches us english he is our teacher هو مدرسنا بيدرس لنا اللغة الانجليزية this story is very i won't read it again مش هقراها مرة تاني الاجابة الصحيحة افتكر مع بعض الصفة المنتهية ب ing معناها ايه من تسبب الحدث تمام وغالباً بتيجي مع الاشياء والحيوانات this story is اتنين فيهم ing mister boring ولا interesting بناء على المعنى لو انا هقراها مرة تانية يبقى interesting شيقة لكن هنا قال لي i won't read it again مش هقراها مرة تانية يبقى القصة تكون مملة this story is very boring مملة مملة my sister is in unusual homes لسه يلين من شوية صفات ing من تسبب الحدث لكن صفة منتهية بايدي من يشعر بالحدث اختي تكون مهتمة هي اللي بتشعر بالحدث مهتمة في البيوت الغير تقليدية الغير معتادة interested in my sister is interested in unusual homes طيب يا مستر لو قلت unusual homes are interested ولا interesting دول اشياء بسببه الحدث يبقى لازم اختار الصفة منتهى ing my sister is interested in unusual homes لكن لو قلت unusual homes are interesting number 17 he was so he went to bed هو كان ايه تعبان يشعر بالتعب يبقى صفة اي دي tired some people think studying insects is ترجم كويس بعض من الناس تعتقد ان دراسة الحشرات الدراسة نفسها دي ايه شيء تسبب الحدث يبقى صفة ing interesting a can jump on two legs kangaroo a kangaroo can jump on two legs a eats bamboo panda بياكل نبات الخيزران bamboo a has a shell on its back عندها صطفة على ظهرها a snail الحلزون a swims in a group in the ocean يسبح فيه مجموعة في المحيط a dolphin a is a very big and strong cat ان ضخم جدا وعبارة عن قطة قوية align الاسد هو قطة قوية ضخمة جدا when i was little عندما كنت صغير السن i مدام مدام قال was aware يبقى could او couldn't هنا الاجابة couldn't طبعا when i was little i couldn't run fast عندما كنت صغير لم استطع ان اجري بسرعة sorry اسف يا مستر دي نفس الجملة اللي حلناها من شوية بس يا حبيبي ما تسرعش حتى لو لسه حلنا لازم تقرها للنهاية sorry i help you with your homework yesterday مختلف يا مستر هناك كان present لكن هنا past i was very busy i couldn't help you لم استطع مساعدتك في وقبك مبارح ليه انا كنت مشغول جدا 26 66 could you chess شطران when you were a child yes i could لسه علين بعد كان أو could infinitive يعني play could you play chess when you were a child yes i could snails run fast هي الحلزون بيجري بسرعة ولا ما بيجري طب يا مستر ممكن اختار aren't طب هو يجي وراها ing موجود ing لا يبقى aren't غلط isn't snills دي جامع مش ينفع معها isn't يبقى كان أو كان المعنى طبعا كان لا يستطيع ان تجري بسرعة last year حفظناها خلاص يا مستر مدام last year بقى could أو couldn't last year could أو couldn't المعنى but now he can يبقى يكيد الإجابة couldn't العام الماضي هو لم يستطع ان يلعب كرة القدم ولكن الان هو يستطيع my my grand is a he grows food أيوة فاكر يا مستر بحول الأسماء إلى وظائف بإضافة ER زي كلمة farm farmer يبقى الجد يكون farmer زي ما احنا قلنا football footballer وممكن كمان أحول الأفعال إلى وظائف زي كلمة teach teacher bake baker sing singer that long walk was very I can't wait to get home and relax الممشى الطويل ده كان إيه ده يا مستر شيء ويسب بالحدث يبقى صفة تاب ING كلام مظبوط بس هما الأربع آخرهم ING يبقى اختار المعنى tiring تعبت جدا جدا منه علشان كده لا يمكن للانتظار أن أصل إلى البيت وأستريح I tried to catch the frog I tried حولت في الماضي but I ليه كده ليه كده يا حبيبي يا حبيبي ما انت شايف قدامك tried آخر ايه دي يعني في الماضي كلامك صح اللي بيقول لي couldn't طبعا when I was little I couldn't ride a bike but now I مدام قال لي now يبقى كان على طول علشان قبلها الجملة منفية وتحول إلى الحاجة الأفضل now هاني play tennis it's easy now سهل now يبقى كان وحاجة سهلة يبقى كان لكن لو قال لي it's hard يبقى can't this year I can infinitive على طول I can play شس ألعب شطرونج a is a musical instrument آلة موسيقية violin violin الكمان هي آلة موسيقية a is a dangerous sea animal خلي بالك ده حيوان بحري خطير whale الحوت are funny and friendly sea animals friendly يعني ودود يبقى الإجابة dolphins take the bus so I had to walk في الماضي يا مستر عشان هاد الماضي بتاع هاف إجابة couldn't لم أستطع أن أأخذ الأوتوبيس لذلك اضطر ريت أن أمشي we can put flowers نضع الزهور in a these my favorite season is a season يا مستر مش فاكر season يعني فصل من فصول السنة summer spring winter fall winter my favorite season is winter villagers villagers are villagers يعني القرويين الناس اللي بتعيش في القرية يعني أشخاص يعني يشعروا بالصفة يبقى لازم الصفة منتهية ed excited a or n is a little wind breeze نسيم الهواء ريح بسيطة this tool is i can't use it لا يمكن ان استخدم useless غير مفيدة you should thank people don't be ungrateful يجب أن تشكر الناس لا تكون غير ممتن لا تكون ناكر للجمية we always meet in the library it's our meeting point eat with their heads upside down بيأكلوا ورصانهم مقلوبة flamenco a small place inside the body of the kangaroo excellent الجيب بتاع kangaroo mister ناصري loves you so much ما تنساش subscribe اشترك الان فعل الجرس للكل علشان يصلك كل جديد انتظر معايا الجزء التاني من المراجعة مع mister ناصري ما فيش مستخدم